مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحياة 100 سنة بتمر على فنان بيعتبر مجدد الموسيقى في مصروي الوطن العربي فنان غير وجه الغناء في العالم العربي بشكل عام واستحق بلا منازع لقب فنان الشعب رغم سنين عمره الأوليلة لأنه توفى يعني أقل من 32 عام إلا أنه ترك انتاج فن كبير جدا ما بين أغاني ما بين موشحات ومصرحيات وأعمال وطنية ظلت خالدة ولا تزال يعني تتغنى بها حتى الآن أجيال وأجيال وهو الفنان سيد درويش كلامنا عنه الحقيقة مش هيكفي نهاردة زي ما قلنا لحضراتكم هنرجع حضراتكم للزمن الجميل وقفوا قالت الزمن نهاردة بنحتفل بمئوية رحيل الفنان الكبير سيد درويش وفقرة خاصة بنورنا فيها داليا عطية عضو مجلس إدارة الجامعية التراث سيد درويش المطربة مريتي عماد ومن نجوم كرة المدرسة المواهب بدار الأوبرا وفرقة سيد درويش لوجاين تامر طبعا برحب بكم نورنا صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم ويعني أعتقد في الفقرة دي إحنا هنطلب من السيد المشاهدين يعلوا صوت التلفزيون ويستمتعوا ويحتفلوا معنا بأعمال العبقاري سيد درويش بس في البداية يعني مريتيا حابة إن إحنا نصبح على الناس ونبدأ بالنشيد الوطني بلادي 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 لك حبي وفؤادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا أمة البلاد انت غاياتي والمراد وعلا كل العناد كملني لك من آياتي بلادي 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 لك حبي وسؤادي الله شكرا يعني فكرة فعلا أجيال وراء أجيال بتتغنى بألحان سيد درويش يمكن أكبر بلالة على ده نشيد الوطن طبعا كل يوم الصبح صحيح يعني بنشكرك طبعا يا مريك خلينا نروح لداليا ونعرف منك تاريخ الوفاة الصحيح لسيد درويش لأن في بعض وسائل إعلام قالت أنه هو يوم 10 والبعض الآخر قال يوم 15 فإيه التاريخ الصحيح؟ يعني أولا طبعا إحنا خلينا نحيي أسرته وأحفاده اللي لسه موجودين طبعا والاحتفال بيه مقاويت فنان الشعب كما لقب سيد درويش هو كان حصل لغط ما بين 10 سبتمبر و15 سبتمبر لكن يعني الأكيد أن الوفاة كانت 15 سبتمبر 1923 هو توفى 31 عام يعني كان السن صغير لكن المراسي اللي سابه في الموسيقى وما أحدثه من تطوير مش عايزة أقول بس التطوير هو أصلا يعني نقدر نقول هو صنع هوية موسيقية مصرية ما كانتش موجودة يعني قبل سيد درويش كانت الموسيقى الموجودة عندنا كانت الموسيقى التركية كان الفن التركي أمانيا كان هو ده اللي موجود إحنا كنا فترة احتلال فما كانش فيه أي نغمات تانية فكرة أن حد ييجي ويبتدي يعمل نقلة جديدة تطوير جديد يدخل هوية أصلا هو ما سمعهاش من قبل يعني النغمة ما كانتش موجودة عشان نقدر نقول أنه مثلا نسمعها مثلا بالصدفة أو من غير الصدفة فابتدت مثلا ويدنه تمشي معاها فيشتغل عليها ما كانتش موجودة ولذلك كان يعني كان ما لقبوه برضو وقالوا عنه المعاصرين لي أنه كان يعني كانت فطرته رهيبة ومرعبة يعني ذاكي يا توليمات قالك عنه ده كان جبل من التطورات في كل حاجة يعني كان كل حاجة يسمعها لازم أنه هو يقولها لدرجة أنه هو كان بيقول أنا عندي هو سيد درويش أنا عندي القدرة والاستطاعة أني ألحن الجورنال يعني ديني كلمات كل مواقف حياته كل مواقف حياته هو كان كل مواقف يعني كل مواقف بيحصل له سواء في حياته الشخصية أو في حياته العملية طبعا نحن عارفين أنه كان بيشتغل بنا اشتغل شغلناك كتير جدا وبالمناسبة هو يعني كان فريد جدا حتى في التعبير عن العمال عن البنيين وعن السقيين لشان هو من الشعب واشتغل حيات كتيرة حالات صعبة فتقدر يتقولي لو كان حاسس بهموم الشعب في الحال بالضبط ده حقيقي ده حقيقي مين يقدر يلحن كلمات عن أنت بتكلم عن مهنة زي السقة البنة كل ده مين يقدر صعوبة يعني بلغة جدا وفي المقابل كانت عليه في منتهى اليسر والسهولة وفي منتهى المتع يعني تحس أنه يعني لهذا خولك مثلا يعني سيد درويش هي دي مهنيتي هي دي صمعيتي طبعا كلنا عارفين أنه لما كان بيروح الكتاب كان بيسيب كان برحش نحفظ القرآن فكان يسيب الكتاب وكان يخرج ياخد الناس اللي موجودة زميله وكان من كتر شغفه وحبه بالفن والإبداع وبالموسيقى من وهو ليس طفل صغير كان يجيب بعد ما بيجمع الولاد معاه كان بيجيب العلب الفرغة الكراتين الأقفاص اللي موجودة ويعمل منها مصرح لك أن تتخيل حد بعقل هذا الطفل الصغير أنه يتخيل هذا الحوار ويعمل مصرح ويبتدي يغني ويقعد زميله قدام يسمعوه يعني أنا مش بس مبدع أنا كمان عايز أحس أن ليه أثر وأشوفه في عينكم ليه جمهور وانتوا قاعدين ليه جمهور الحقيقة كان موهبة فزة وعبقرية أن احنا بنحتفل نهاردة بمئة عامل رح يلو قرن من الزمن على أعمال لحد النهاردة بتتغنى والحد النهاردة بيعاد إنتاجها مرة تانية وبتفضل بصمة سيد درويش هي الأصل برضو يعني في بعض الأعمال هويتها بتروح لما بيعاد إنتاجها أكتر من مرة بتفقد هويتها إلى حد كبير سيد درويش تبقى بصمته هي البصمة اللي بترجع لها تاني صحيح وده يمكن من كلام حضرتك يمكن فكرة أن بعض الأعمال اللي بتروح أو بصمته بتروح يمكن ده كان السبب لإنشاء الجمعية جمعية أصدقاء سيد درويش أن من بعد وفاته لمدة تقريبا حوالي 24 سنة ابتدى بقى يعني بعد 24 سنة يظهر بقى إيه يعني تدخلات مثلا نقل للتراث بتاع سيد درويش على يعني على أسماء أخرى أنه يحصل مثلا سطو عليه سواء محلي من بعض الزملاء مثلا لي أو يعني مثلا أجنابي من فنانين يعني أخر فجات من هنا فكرة إنشاء الجمعية ودور الجمعية بقى يعني من وقتها إلى الآن أنه هو بيحاول أنه هو بيحافظ على هذا التراث بيحاول أنه هو يحيي من خلال حاجات كتير جدا أنه هو بيجمع طبعا الأعمال الخاصة به مش بس الموسيقية كمان الكتابية الروائية من خلال رعاية المواهب يعني إحنا عندنا يعني لوجي معينا في الفرقة من وهي ست سنين يعني هي دلوقتي ما شاء الله خمس وشر سنة نسمع صوت لوجي في فكرة هي ليه يعني اهتمت بفكرة ألحان سيد درويش واهتمت بالفن القديم شوي يعني إحنا النهاردة لو بنتكلم على الفئة العمرية الخاصة بجيلك تحديدا يا لوجي كلهم اتجهت لأغاني من نوع مختلف وتطوير وتحديث لكن يعني مش عاوز أقول مختلف للزوء اللي كان سائد ومذال محافظ على ساباته وتواجده رغم التنوع اللي أصبح موجود إيه اللي خلاك تحب الأغاني القديمة دي يا لوجي هو أنا بصراحة بدأت إن أنا أغاني من هنا عندي أربع سنين وكده فكنت بدندن كده في البيت يعني فماما سمعت صوتي وحس إن أنا ممكن تطلع مني موهبة كويسة يعني وكده فبعد كده بقى وديتني الأوبرا ورحت برضو الجامعية يعني أنا بصراحة بنصح ناس كتير أولا هم يسمعوا الأغاني القديمة لأن هي أحسم الأغاني الجديدة بكثير هو ده التارى بالحقيقي أنا عايزة أقول لك لوجي أول ما جاءت عندنا الجامعية أول حاجة يعني قالت كده بسم الله الرحمن الرحيم خفيف الروح بيتعاجل أول حاجة قالتها أغنتها يعني سمعها الأستاذ محمد وهو حفيد سيد درويش فخلاص يعني بسبب الأغنية قال لأ دي حاجة عبقرية وتمت تبنيها من وقتها وبعد كده جاءت لها فرصة طبعا فضار الأوبرا تنمية المواهب مع الدكتور محمد عبد السطار فماشاء الله طيب خليني أروح لمريتيا مرة عني مريتيا يعني زي نفس النقطة اللي كنت أتكلم فيها فكرة اعتماد الجيل الجديد على الأجيال اللي هو على الأقل سمعها أو حتى كانت قريبة منه حتى لو نجوم كبار برضو بس إحنا بنكلم على فنان يعني ما شاء الله يعني هو يعني تاريخ وفاته كانت سنة 1923 يعني نرجع قوي قوي بالزافة يعني لو أتكلم عليكي أنت على تدريبك لصوتك على حتى تنمية موهبتك إرث سيد درويش ساعدك في ده إزاي أنا بحس دايما عمتا أن الأغاني القديمة أحلى حاجة للتدريب وأن أنت تحفظ أغاني وأن أنت تعرض إيه طيب صوتك ده صوتك عمل إزاي دي أحلى حاجة ليه فدايما بحس كمان بالذات الأغاني الوطنية الجميلة بتاعت سيد درويش أو الأغاني عمتا كلها القديمة أحلى حاجة للصوت أن أنت تتدرب بها كده اللي هو صباح الخير أنا جاي أقول أحلى حاجة في الدنيا دلوقتي بس فدي أحلى حاجة بجد وكمان بتبقى موجودة يعني عمتا يعني أنا دلوقتي في معد الكونسرفتور بس بيدرسونا برضو تراث قديم حتى لو إحنا بنغني أوبرالي إيطالي فنش كده برضو لازم بيبقى فيه أغنية تراث قديم فبينقوا دايما ألحن الناس عظماء طبعا زي أستاذ سيد درويش طبعا ده اللي يمكن وإحنا بنتكلم على فنان فنان الشعب لقب استحقوا الشيخ سيد درويش عن جدارة يمكن شايفين أجيال مختلفة موجودة في جماعية سيد درويش إيه سبب وجودك في الجماعية وإنتماك وحبك برضو ليه الفن القديم يعني سبب وجودي أنا شخصيا زي ما بقولك الفن ده أنا بشوفه هو ده الفن الأصلي هو ده الفن أساسا هو ده الترابة هي دي المزيكة هو ده التراث الهوية بتاعتنا اللي مفترض أن احنا يعني بنتبعها أن احنا بنحافظ عليها أن احنا هي ده بتمثلنا يعني أرجع وأقولك سبب أن سيد درويش بعد مئة سنة لسه موجود لحد دلوقتي احنا بنتكلم عليه رغم أنه هو نفسه شو موجود الزمن العصري بتاعته إلا أنه هو الفن بتاعه كان من الشعب أصلا كان بيعبر عن الشعب فلذلك هو من الشعب وصل إلى الشعب فكان بيعبر دايما طوي الوقت عن برضو مواقف حياتية زي ما احنا ما قلنا يعني سيد درويش هو نتاج لمناخ سياسي واجتماعي وخصوصا اقتصادي يعني كان بيقولك صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيه شي ولا ماللي يعني كان بيعبر عن فترة الاحتلال وقتها كان فيه أزمة اقتصادية في هذا الوقت برضو فترة الاحتلال احنا محتلين بقى لو كان فيه أزمة اقتصادية كمان وقتها كانت عالمية كمان كانت وقت 2007 تقريبا وطلع وقتها وغنى وقال شد الحزام على وسطك وكأنه بيدعو للتقشف علشان بيقول ان احنا محتاجين للمال علشان نعمل عتاد للسلاح للفدائيين علشان نقاوم الاحتلال وهنا حابة اقول حاجة لما يكون عندك فنان يكون واعي يكون مسقف يكون عارف دوره كفنان تجاه بلده تجاه مجتمعه تجاه الظرف الحالي اللي بيمر بيه يكون يعني على وعي بدور الفن كمان فيه توجيه والتأثير على الرأي العام هو ده اللي احنا بنقول عليه فعلا بشكل حقيقي هي ده القوة النعمة اللي احنا بنتكلم على تأثيرها يقدر انه هو يأثر ويحشد ويخلي الناس في وقت هم عندهم أزمة اقتصادية ومحتاجين مثلا يعني لمديات الا انهم رغم كده مش متضايقين بيقولهم شدوا الحزام مش متضايقين من دعوة التقشف لان بقى عندهم هدف أسمى صحيح عشان كده يعني فرض نفسه مهما حاولنا نتكلم مهما حاول اي شخص يروج لأي نوع فن ايا كان الفن الجيد هو اللي بيفرض نفسه صحيح فهي دي يعني اعتقد الزمن والوقت والتجارب أثبت ده طيب استادة داليا واحد منتكلم عن فنان بحجم سيد درويش في سن يعني حنا نقول توفى قبل ما يكامل 31 سنة 31 سنة سن صغير جدا في ناس في السن ده لسه ما كانتش حققت حاجة تقريبا وعلى الرغم من ده بدأ ثمان سنين طبعا وكمان شارك فيه مع يعني أكبر النجوم المسرح وقتها سيد درويش كان لما بيغني حاجة كان جمهوره اللي بيجي يحضر له كان العملكة الكبار في وقتها يعني كانوا أصدقاؤه يعني فبدل ما هو اللي يستفيد منهم إنه هتكلم على جورج أبيض علي الكسار نجيب الريحاني مش هو اللي كان بيستفيد منهم هم اللي كانوا بيستفيد منهم وهو اللي أثر أكتر على عروضهم طيب خلينا عرف أنا أكتر عن ده ده حقيقي أنا عايزة أقول يعني الباحث يعني طبعا نحن بكلم لو هنكلم مثلا اللغة العربية معروفة أنها 28 حرف الكاتب والشاعر لما بيكون باحث في اللغة العربية بيبقى دايما بيستطيع أنه يبحث عن الحرف 29 صحيح سيد درويش لما يكون الموسيقي عبقري بيكون عنده القدرة والاستطاعة أنه يبحث دايما على الجملة الموسيقية الجديدة يعني احنا طبعا عارفين أن الحروف النغمات الموسيقية هي 8 دوري مي فاصو لا سي دو ومثلا يعني الجتار الأوطار بتاعته خمسة سيد درويش استطاع أنه هو من خلال التطوير والنقلة اللي عملها أنه يدخل جمل موسيقية جديدة زي ما قلنا أنه ينقل الفن من الفن التركي اللي كان موجود وقتها وما كانش فيه غيره لأنه ينقله النقلة تانية تانية خالص حتى لما كان بيقتبس من المزيكة مثلا أو الموسيقى الأجنبية ما كانش يحسسك أنه حصل اقتباس كان بيحولها وبيطوعها لهوية مصرية تحس أنه هي فعلا يعني هو ده أساسها أنه هي مش مقتبسة من برا فده كان السر بتاعه أنه عمل حاجة جديدة جدا كان الكل بيتهافت عليه أنه يكون ليهم شغل معا وأعتقد أن اللحن الجيد كمان ده بيدي مرونة ومساحة أكبر للفنان في إظهار طبقة صوته عشان كده عاوز أعرف من ميرتيا بما أننا بنتكلم على فكرة الفن واللحن بيكون سبب من أسباب الأداء المختلف لأي فنان إيه سبب التفرد اللي بتشوفيه في سيد درويش في الحال أنا أول حاجة لحظتها كده عشان أنا يعني هو ملمة قوي شوية بالأغاني القديمة أكتر حسيت أنه هو الاختلاف عنده حلوة قوي والبساطة دي أحلى حاجة يعني الحلوة دي لحنة بسيط جدا وجميل قوي ولما كلنا بنسمحها كلنا حافظينها أي حد هتشوفو في الدنيا حافظ الأغنية لأن اللي حناها جميل قوي وبسيط فدي أحلى حاجة لما بيبقى اللحنة شوية صعب وكده الناس مش كلها بتعرف تقوله ممكن بس المغوبين أو الموسيقيين أو كده لكن البساطة دي اللي تخلي أي حد يقول فدي بالنسبة لي كانت أحلى حاجة الحلوة دي أهو ده اللي صار خفيف الروح الحاجات دي كلها بحس أنت يعني تسمحها كده ترتاح مش أن أنت تبقى متضايق أن أنت بحالك تقول حسن معقد بالنسبة لي دي أحلى حاجة طبعا لو جاين كمان أنت سنك صغير قوي فكرة أول مرة أسمعتي سايد درويش أو أول مرة كمان لما أسمعتي كان أنت بعض يعني حسنتي أنه إيه اللي أنا بسمعه ده مش دي الأغاني المفروضة أسمعها أو مش دي الأغاني اللي جي لي بيسمعها أو أنت لقيت نفسك ميالة أكتر للنوع ضمن الموسيقى أو بالعكس أنا كنت يعني أنا بحب الأغاني قديمة جداً بحيث لما بسمع الأغاني الجديدة أو كده بحيث أن أنا مش عارفة اللي هو أغانيها أو كده بحيث أن الأغاني قديمة أكتر بتقي في صوتي لأن يعني أغاني أستاذ سايد درويش الأغاني بتاعته اللي هو بيعبر عن حياته وبيعني أنا لما بجي أغانيها أو كده بحيث أن الأغاني دي بتقي في صوتي جداً أكتر من الأغاني الجديدة فأول مسمعي الأغاني سايد درويش ما يعني ما كنتش مصدومة لأن أنا حسن موضوع حلو يمكن إحنا عاوزين الفقرة دي كانت مخصصة لإحياء ذكرى سيد درويش ونسمع لي أغاني سيد درويش لكن التزاما بحالة الحداد اللي أعلنتها الدولة المصرية ثلاث أيام يعني تضامنا مع ضحايا دولة المغرب الشقيقة في الزلزال وأيضا ضحايا السيول في فيضانات ليبيا ده بناء على الخبر العاجل اللي تم إعلانه دلوقتي من خلال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لقال إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا وكمان تم إعلان حالة الحداد تم إعلان حالة الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية نتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا خالص تعزينا لأشقاءنا في المغرب وفي أيضا دولة ليبيا الشقيقة وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين مشاهدينا فاصل سريع ونعود مرة أخرى لحضراتكم نرحب بحضراتكم مرة تانية وفي فقرة خاصة بنورنا فيها أستاذة داليا يعطيها عضو مجلس إدارة جمعية التراث سيد درويش والمطربة مريتي عماد ومن نجوم كراء لمدرسة المواهب بدار الأوبرا وفرقة سيد درويش لو جاين تامر لسا مكملين مع حضراتكم في احتفالها ببرور مئة عام على وفاة العبقاري سيد درويش أستاذ داليا برأة أخرى هرجع لحضرتك ونحن نتكلم على دور الجمعية في حفظ المقتنيات وجمعها وحفظ تراث سيد درويش بشكل عام إزاي قدرتوا تقوموا بالدور ده دور مش سهل أبدا يعني أن سيد درويش إن كانت مقتنيات حتى كالمقتنيات الشخصية أو حتى المقتنيات الموسيقية بتاعته يعني موضوع كبير مش بسيط صحيح زي ما حضر ريكو قلتي هو فعلا دور مش سهل جدا خاصة لما يكون التراث والمقتنيات اللي بين إيدك هي غنية جدا داسمة جدا قومية جدا إحنا بنتكلم على تراث بيمثل شعب كامل بيوثق وبيقرخ ليه فترة زمنية مش قليلة جدا وفترة زمنية من أصعب الفترات يعني إحنا بنتكلم على صورة وقت مثلا صورة 1919 زي ما قال المعاصرين لسيد درويش إنه كان مش بس من أحد المشاركين في الصورة دي ده كان من يعتبر يعني هو اللي ساعد على الصورة دي وكان سبب في نجاحها من خلال الأغاني الوطنية وقوميا مصري الأغاني الوطنية اللي هو عملها اللي كان ليها دور كبير جدا في توجيه الرأي العام تقديم الدعم المعنوي وده بيبقى أقوى وأهم طالب موجود في وقت الأزمات وده برضو ياخدنا أن احنا نوجه تحية للشعب المصري الشعب ده شاف كتير عانى كتير جدا فكرة احتلال لسنوات طويلة من أماكن مختلفة وأنه كان صبور وكان متحمل وكان بيأسر على نفسه وكان بيواجه التقشف وكان بيشد الحزام زي ما قاله فعلا سيد درويش ولا زال ودي كلها مشاكل وعقبات وتحديات بتحدث في كل عصر وفي كل زمان وبيكون دايما البطل متحدي لها بشكل يعني رغم ظروفه الصعبة هو الشعب المصري يعني برضو أخرج من هنا بمناسبة الأشقاء في المغرب طبعا احنا بنوجه ليهم العزاء والتضامن وفي نفس الوقت يعني حبة يعني أقول للشعب المصري أن احنا ندعي أن ربنا يحفظ مصر لأن البلد دي لو ربنا مش بيمن عليها ومحافظ على نعمة الأمان فيها لمواهب زي كده هتعرف تخرج للنور ولا إحنا هنعرف نطلع للشغل ولا الحياة هتستمر فالحمد الله على نعمة الأمن والأمان عندنا احنا بنتضامن مع الشعوب الأخرى وفي نفس الوقت بنيأخذ رسالة عندنا في نفس الوقت يقول يا رب دمها نعمة على مصر وعلى أهل مصر مهما كان فينا ومهما كان جوانا فإحنا نحمد ربنا أن فيه بيت مقفول علينا بشكل بايز جدا فنرجع تاني لسيد درويش مقتنياته غالية جدا ودسمة جدا والمشكلة الحقيقة اللي بتقابلنا إحنا في الجماعية بنحاول أن نحافظ على ده بشكل كبير جدا ومحافظين عليه لكن هو كان بيته في اسكندرية اللي هو أصلا ماسقت رأسه البيت ده تهد بعوامل التعليم نحاول أتكلم هنا وإحنا بنتكلم على اسكندرية تحديدا النشأة النشأة نشأة سيد درويش كانت في اسكندرية هل النشأة دي أثرت في الفن اللي قدمه سيد درويش؟ طبعا من غير شك اسكندرية طبعا عروس البحر اسكندرية دايما ملهمة يعني ملهمة دايما للشعراء والموسيقيين والأدباء والفنانين والمبدعين بشكل عام مين يروح عروس البحر ويرجع أصلا دايما هو فملهمة نفسيا ومعنويا كان لها تأثير عليه كبير جدا وخرج من اسكندرية مبدعين كبير جدا يعني كطار جدا في مختلف المجالات بيته اللي هناك بعوامل التعرية اتهد لكن الحمد لله ما كانش فيه من المقتنات يعتبر كتير لأنه زي ما قاله يعني سلامح جازي انزل القاهرة يا سيد انت يعني مستقبلك هناك لما نزل القاهرة بقى كان شبرة كان في شبرة صح كده؟ جزير البدران هنروح بقى احنا دلوقتي هنروح شبرة من منزل طبعا سيد درويش ولقاء مع سيدة سوزان مهدي زوجة حفيد سيد درويش صباح الخير عليك صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا أحمد صباح الخير دفتكم الكريمة احنا النهاردة طبعا بنحتفي بمقاوية فنان الشعب الفنان الأسطورة الكبير سيد درويش النهاردة احنا موجودين في بيته في المكان ده هو عايش عايش هنا في منطقة شبرة في جزيرة بدران البيت ده مكون من دورين ويمكن لسه موجود فيه الأساس اللي هو كان عايش فيه سواء السيرير بتاعه أو الأنترين اللي كان بيقعد فيه أو كل حاجة أو السلم اللي بيطلع عليه يعني الصوره هنا موجودة في كل مكان في البيت خلانا نتعرف أكتر على تفاصيل عن البيت اللي عاش فيه فنان الشعب سيد درويش من خلال ضفتنا الأستاذة سوزان مهدي وهي زوجة حفيد فنان الشعب سيد درويش يعني أستاذ سوزان صباح الخير كلمينا وعارفينا أكتر عن البيت ده اللي عاش فيه سيد درويش هو البداية في البيت ده جات من طبعا كان هو عايش في اسكندرية وبداية موهبته وكده فسمع الشيخ سلام حجازي فبعدين نصحوا الشيخ سلام حجازي لأنه وجد موهبته كبيرة جدا قال له أنت لازم يا شيخ سيد المساقبل موسيقى في إيدك لازم تنزل مصر لأن فيها مسارح كبيرة وفيها فرق وكده لازم تنزل تتواجد فروض الفرج وإعماد الدين وكده ففعلا سمع كلام الشيخ أستاذ والسيخ سلام حجازي وجيه هنا وطبعا هو ما جاش عايش هنا على طول في البيت ده القصة أنه هو كان بديح خير ساكن جنبنا هنا جنب البيت فقال له كانوا بيرتراودوا مع بعض وكده فهو تجوز الحجة جليلة عبد الرحيم زوجته اللي هي موجودة معاكم في الصورة هنا فهي كانت عايشة في البيت ده هي وإخواتها وأسرتها وكده فهو اتعاش هنا بقى واشترى البيت طبعا وقعدوا وعمل بقى الروايات العظيمة كلها تعاون مع أولاد عكاشة ومنيرا المهدية وبرام التونسي وبديح خيري ونجيب الرحاني وعليك كسار كان بتعاون مع كله كله ورجرجة أبيض في البيت ده وعمل الروايات كلها في البيت ده كل الروايات العظيمة اللي عملها سيد دروش كانت موجودة في المكان اللي حضراتكم موجودين فيه دلوقتي في جزير بطران كلمين أكتر عن البيت ده بيتكون من إيه وإيه لسه الأساس اللي مزال موجود وكان عايش فيه بأصاره وبصماته فنان الشعب سيد دروش الله يرحمه طبعا هو عاش كرابة مثلا 11 سنة هنا وعنده كزي ما أنت شايف ورانا هناك في الخلفية في الجريم أفون وفيه الدولابي للصونات بتاعته وفيه هنا النوة الأصلية بخط إيده وفيه 26 أوبريت روايات كاملة محققة للدارسين والمصر يعني وفيه استوانات ندرة وفيه استرير بتاعه فيه بقايا بقى طبعا زوجته اللي كانت عايشة في القاهرة هنا الحاجة جليلة عبد الرحيم القاهرية طبعا مش ملهمته اللي في اسكندرية لأنه فيه ناس كتير معتقدين أنه هو اتجوز جليلة السكندرية لا هو اتجوز الحاجة جليلة عبد الرحيم القاهرية هنا في المنزل ده وفيه مختنات كتير على فكرة الحيطان زي ما حضرتك قلت يا سيد أحمد بتقول أنا كان عايش فيها عايش هنا السلالم الحيطان نفسي هي 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 نفس حيطان ما فيش حاجة تغيرت حتى شوف حضرتك البلاط البلاط نفس الأسلوب بتاعه وفيه إن شاء الله شركة قريبة هتيجي ترميمه إن شاء الله يعني علشان طبعا نحافظ على هذا المنزل الحاجة حسن درويش معاك في الصورة هنا ابنه اللي في القاهرة مرمم البيت ده وشاله على كمر وعمله وطوضبات بس برضك البيت مع المرور الزمن محتاج رعاية أكتر من كده عرممنا طبعا الميا والسباكة والحاجات دي بس إن شاء الله الواجهة الخارجية لسه عايزة ترميم يا رب الشركة إن شاء الله تستجيب كده ونتواصل معها إن شاء الله وليلي المنطقة هنا اختلفت ايه عن الفترة الفاتت والجران كمان يعني يمكن فيه تحت مكتوب هنا عاش فنان الشعب سيد درويش وطبعا ده مجلس الوزراء هو مبادر من مجلس الوزراء لكل فنانينا العظام وعلمنا طبعا مكتوب تحت على مدخل العمارة هنا عاش سيد درويش وليلي يعني الجران هنا بيقولوا ايه وهم جران فنان الشعب سيد درويش هم والله فخورين جدا جدا يعني حتى العمال البسطاء يعني كل اللي تعرف إن إحنا في حي شعبي فكلهم بيفتخروا بيه لو قلت لأي حد فين بيت سيد درويش تو بس تلاقيهم هم بياخدوه ويقولوا بيت سيد درويش هنا كمان حصلت حاجة جميلة جدا إن إحنا لما عملنا احتفالية هنا لأول مرة منظمة الأمم المتحدة للفنون عملت احتفالية لأول مرة في بيته هنا في منزله فجمبته والأمن طبعا عشان الأمن والإجراءات كده فالأمن نفسه بقى فخور جدا أمن الدولة يعني بالتأكيد هي طبعا مبادرات جميلة جدا إحنا كلنا طبعا فخورين كمصريين بفناننا العظيم فنان الشعب طبعا سيد درويش وليلي كمان إيه هنا حاجات قصار مازالت موجودة يعني أنا شايف العود بتاعه ومجموعة والسرير بتاعه زي ما هو برد آه آه السرير إحنا طبعا محتاج ترميم ده بقى له فترة كبيرة السرير عايز ترميم وفيه زي ما قلت لك الجريمة فندا بتاعه وفيه نوات الأصلية بتاعته وفيه نوات بخط إيده فيه استوانات بتاعته استوانات بتاعته فيه كمان الدولات بتاعه فيه استوانات بتاعته منيرا المهدية أولاد عكاش علي القصار هو عشان هو كان يعني نبغى فكان بتعامل مع كل دول وكان بحق نجاح كبير قوي قوي لأنه كان مهوب بالفترة طبعا فكان كل الناس دي العباقرة دي كلها كانوا بيجوا البيت ده اللي حضرتك موجود في دلوقتي شرفتين الأستاذ سوزان مهدي زوجة حفيد فنان الشعب سيد درويش عودة لكم مرة تانية بعد ما كنا داخل بيته هنا في حي شبراء اللي عاش فيه سنوات طويلة إليكم زملاء في السبب بنشكرك أحمد الحسيني والشكرة أيضا موصول للسيدة سوزان مهدي يعني من شبراء خلونا نروح لمتحف الخالدين اللي زملتنا جرمين إبراهيم عملت فيه جولة خاصة جدا لبرنامج صباح الخير في متحف رموز الفن متحف الخالدين اللي موجود فيه هناك مقتنيات فنان الشعب سيد درويش زي يعني النوتة الخاصة بيه والعود يعني جولة خاصة جدا بكل تأكيد جولة احتفاءا واحتفالا بمجدد الموسيقى العظيم سيد درويش بالتزمن مع احتفالات مقاوية فنان الشعب سيد درويش حبينا نحتفل بيه في المتحف اللي موجودين فيه دلوقتي واللي بيحتوي على مجموعة من المقتنيات اللي بتخص الفنان سيد درويش جولتنا النهاردة من داخل متحف رموز ورواد الفن المصري والموجود في مقر المركز القاومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برغم ان سيد درويش ما كانش محب للمسرح والموسيقى الاقتناء لكن قدرت المتحف قدرت انها تحصل على عدد من المتعلقات الخاصة بي عشان تبقى شهدة على ابداع فنان كان محب للحياة برغم عمره القصير من ابرز المتعلقات الموجودة بالمتحف هي عود سيد درويش واللي كان مصاحب لي في كل مكان ومناسبة وخرج منه رواقع الالحان اللي منها بلادي بلادي قوميا مصري وزوروني كل سنة مرة وغيرها من الابداعات كمان موجود بالمتحف عصصي الدرويش المصنوعة من الابانوس ده غير طربوش وثلاث مدليات باسمه ومجموعة من النوتات الموسيقية كمان هتلاقي عقد زواجه من جليلة واللي بيرجع تاريخه لمايو 1919 واللي أنجب منها ولدين هم حسن ويحيا ولو تجولت في القاعة الرئيسية للمتحف هتلاقي مجسم لمصرح سيد درويش واللي تم إنشاؤه سنة 1921 بطريق الحرية في اسكندرية عشان يكون مشابه لأوبرا باريس ومثلت فيه عدد من الفرق المصرحية المصرية والعالمية ده غير أنه تقدمت علي عدد كبير من العروض الفنية يعتبر المتحف بمقتنيات وفرصة عشان نعرف الأجيال الجديدة بفنان الشعب واللي غير تاريخ الفن بأعماله اللي هتفضل عيشه لسنين قدام رحمة الله على فنان الشعب الفنان اللي يدر بأعماله أنه يحفرها في أذهان وذاكرة كل المصريين وتقدر لها كمان تمتقل من جيل لجيل في الحقيقة بنشكر المشاركين في هذه الفقرة الخاصة عن مقاوية سيد درويش بنشكر الأستاذة داليا عطية عضو مجلس إدارة جمعية تراث سيد درويش والمطربة مريد تعماد وأيضا من نجوم كرال مدرسة المواهب بدار الأوبرا وفرقة سيد درويش لوجي تامير شكرا لوجودكم معنا في صباح الخير شكرا لوجودكم